بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا خلاص احنا يوم السبت مستقر عندنا ان احنا دايما بنتكلم عن اصحاب السعادة اصحاب السعادة ام المقبلين على الزواج وكمان المقبلين على تغيير نمط حياتهم في الحياة الزوجية مش بس المقبلين على الزواج اللي كمان في سنة قولة جواز واللي كمان عايزين يسعدوا الحياة الزوجية تبقى حياة سعادة وهنا والنهاردة في هذا الاطار انا اتكلم معاكم النهاردة عن مجهود رائق وفائق مجهود يذكر فيشكر مجهود في الحقيقة مجهود مليان بركة ونعمة ومحاولة لحل مشكلة من مشكلات المجتمع وهو المجهود اللي حصل في هذا الكتاب هذا الكتاب مجهود رائق وفائق من دار الافتاء المصرية على رأسها فضيلة الامام الأستاذ الدكتور شوقي علام الكتاب ده هو اسمه دليل لأسر كتاب في غاية الدقة في مسألة الارشاد مسألة الارشاد الى قواعد ومبادئ مهمة جدا جدا في الحياة الزوجية الكتاب ده ما كانش بس كتاب ممكن يقرأه المتزوجين ولكن الكتاب كان جهد مهم جدا جدا في منظومة الحياة الزوجية وهو الكتاب اللي على اساسه تم تدريب كل المأزونين في جمهورية مصر العربية كتاب في الحقيقة بيدعم حلقة مهمة جدا 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 من الحلقات الحياة الزوجية الحلقة اللي بيبتدي به كل زوجين حياتهم الأسرية المأزونين تخيل لما كل مأزون يكون هند وعي بالأسس والقواعد اللي ممكن تتأسس عليها الحياة الزوجية ويمد المتزوجين بهذه الأسس قد ايه الحياة الزوجية عاد تكون وصلت الى بر الأمان بل وصلت الى مفتاح من مفاتيح السعادة الحقيقة الجهد اللي بوزل في هذا الكتاب اللي هو ضمن المشروع القومي من تنمية الأسر المصرية جهد لابد ان احنا نشكر عليه دار الإفتاء المصرية ونشكر فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام على ما قام به من جهد ومن تنوير ومن حرص على الحفاظ على الأسر المصرية جهد فائق ورائق ان شاء الله يستمر ويعظم أثره واحنا منتظرين ان كل الجهود اللي موجودة في دار الإفتاء المصرية في هذا السياق يتم استثمرها من كل مؤسسات الدولة لأن في الحقيقة هذا الدليل في الحقيقة وفى وكفى في احتياج حقيقي وهو التوعية الخاصة بحلقة مهمة من حلقات الحياة الزوجية وهي حلقة المأزونين جهد مبارك ونشكر كمان معالي وزير العدل على ما قام به من رعاية لهذا المشروع الكبير الذي أظن أنه سيكون له أثر كبير وبالغ في حياتنا الزوجية بعد الكلام على هذا الدليل اللي هو في الحقيقة بشرة خير لينا وفاتحة خير على الأمة المصرية وعلى كمان الأسرة المصرية تعالوا نتكلم على حاجة مهمة جدا جدا احنا النهاردة أردنا أن احنا نكمل مسارتنا في الكلام عن أصحاب السعادة ايه اللي احناacie نتكلم عليه النهاردة؟ هنتكلم عن النهاردة عن حاجة ممكن نسميها حالة وممكن نعتبرها قيمة وممكن نعتبرها مهارة زوجية رئيسية في الحياة الزوجية النهاردة هنتكلم على حاجة اسمها اليمتنان ايوة لما نتكلم على اليمتنان أنا عارف أن كثير من الزوجات حصل لهم حالة الله يسترك قل لنا الكلام ده والأزواج برضو الله يسترك كلمنا عن الامتنان الامتنان يا سادة آه حالة حالة يعني إيه حالة فيها الإنسان الزوج بيشوف جمال وجميل شريك حياته يعني إيه بيشوف جمال وجميل شريك حياته بيشوف إن شريك حياته فيه جمال وحسن وبيشوف ان هو ليه جميل عليه كمان فيشوف الجميل ده ففي لحظة شريك حياته ده تتحول الى قيمة مضافة في حياته يبقى اللي حصل دي حالة بيشوف فيها الشخص جمال حسن والحاجات الحلوة في شريك حياته ويشوف جميله كمان اللي بيخليه حس ان شريك حياته ده قيمة اضافية في حياته ويبتدي ده عن طريق ايه؟ جملة من السلوكيات والمهارات هو هيعملها في ايه يحصل؟ فبالاسلوب الحسن ده يوصل هما الاتنين ان هو يؤثر في شريك حياته فشريك حياته ده يحس بالنشوة وبالسعادة ويحس بان حياته الاسرية ازدادت تماسكا وازدادت ترابطا تخيل كده؟ لم واحد راح لزوجته وقال لها على فكرة انا ممتن للك ان انت موجودة في حياتي عارف وجودك في حياتي هو اللي خل حياتي عندها باب واسع على السعادة كل يوم الصبح بحمد ربنا ان انا هاجي البيت لاقي انيس ولاقي حد استطيع ان انا انسى كل همومي معاه وهي تقوله على فكرة انت مصدر اماني وجودك في حياتي بيخليني مش حاسة بالخوف تخيل لو هو دوة الكلام اللي بيدور ما بين الزوجين لو هو قال لها انا عارف ان انت بتتحملي كتير بتتحملي خارج البيت وداخل البيت وعشان كده انا الحمد لله بحمد ربنا على نعمة اننا احسنت الاختيار وان ربنا سبحانه وتعالى كتب لي النعمة دي اللي انت تكوني في حياتي كل الوجعة والقلم والتعب اللي كان موجود هيتلاشى عارفين ليه لان الامتنان بيزود النعمة والبركة والسكينة والرحمة والمودة في البيوت عارفين الامتنان بيداول اوجاع وكمان يخفف الضغوط ويريح البال والله الامتنان كمان بيحل كتير من المشاكل تيجي تقول لي وهو ييجي يقول لي في الارشاد الزواجي يقولون انا كنت محتاجة منه كلمة محتاجة ان هو يقدر اللي انا بعمله هو يحتاج يقول لي انا محتاجة ان هي تشوفني بس انا مش عايز حاجة تانية غير ان هي تشوفني فالامتنان يا سادة اصبح ضرورة وواجب شرعي في ظل التطور للأدوار اللي احنا بنعيشه في حياتنا دلوقتي وازدياد الضغوط دور المرأة تطور وتغير والرجالة بيعوشوا تغوطات كتيرة جدا 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 وده معناه ان الامتنان ما بقاش طرف الامتنان بقى واجب من لم يشكر الناس لم يشكر الله واولى الناس اهلي وناسي شريك حياتي اللي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انا لازم اشكر ده لما شكر للسيدة خديجة وقفها جنبه حضرة النبي اللي اي حد يسعد ويفرح ان هو يكون خدامه وزي ما انا بقوله كده تسمح لي واكون خدامك وامرخ خدي بمقامك وفي لحظة ادخل في امانك والعمري بالسر ابوح بس حضرة النبي امتن للسيدة خديجة وكان يمتن لها حية وفي حياتها البرزخية ايضا ولذلك في شوية اصول في الامتنان لان بعض الناس يقولوا ما احنا قلنا كلام حلو وما حدش قدره وهي تقول برضو ده هو بيقول كلام بايت كده كلام من وراء قلبه ولذلك لازم الامتنان ده تليه اصول الامتنان ده مش اي حاجة وخلاص ايه اول اصل من اصول الامتنان ان خير الامتنان ادوامه وانقل يعني ايه الامتنان ده يستمر حتى لو كان قليل بس ما يتقطعش يعني لازم كل واحدة كل يوم تشوف الامتنان شوف السيدة عائشة لما كانت تشقر على مكانتها من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي يمتنلها ويقولها مثل حبك في قلب يا عائشة كمثل العقدة فكل شوية تجي تشقر على الامر ده فيقول لها حضرة النبي فتسأله كيف حال العقدة يا رسول الله يقول لها كما هي وإلا حاصل يقول محدش يكلمنا حضرة النبي شوف لا يتكلموني عن عائشة فإنه لا يأتيني الوحي إلا وأنا في حجرها يعني ايه يعني السيدة عائشة ده مقامها كبير ويسألوه من خير الناس من أحب الناس إليك يقول عائشة يقول ليس عن هذا نسألك نسألك عن الرجال يقول أبوها يبقى لا آطع ولا ممنوع الامتنان بالضبط كده عبادة منزلية يابد أن نحافظ عليها عدوة مخاصة في وقتنا ده الناس موجوعة والناس بتحتاج أن حد يحسسها بوجودها وبسعادتها يبقى أول حاجة خير الامتنان يأدومه وإنقل حتى لو كلمة ومحدش يستقل أبدا الامتنان مهما كان الحاجة التانية الامتنان الحقيقي ما يكون عن واقع وإلا شرك الحياة تبرو ضحكة على الدؤون أن أنت بتضحك عليه يعني لما تمتنله تمتنله على حاجة حقيقية وده محتاج أن أنت تركز مع شرك حياتك تشوف هو بيعمل إيه في حياتك مش قاعد كل شوية تقفله على الوحدة لأ لازم تمتن عن حاجة حصلت أنا ممتن ليك النهاردة أن النهاردة تحملتي تعب وديقي وما فتحتش موضوعات النهاردة وسبتيني لما رؤ يا سلام هي تحس أن هي فهماك أنا ممتن ليك النهاردة أن النهاردة قدرت أن أنا كنت تعبانة وتأخرت شوية في الأكل فأنا ممتن ليك أن أنت عملت النهاردة قدرتني أنا ممتن ليك أن أنت حسب واجعي ودايما بتقولولي كلامه وبالطبطب علي يا سلام فالمتنان لازم نحس بقى القاعدة الثالثة في الامتنان والأصل الثالث في الامتنان الامتنان ليس منا بل واجب لإسعاد الزوجين إيه دا؟ يعني مش أنا اللي بيسعد اللي أنا بممتنله لا إحنا نتنين بنسعد فالمتنان ليس إيه؟ فالمتنان ليس فضل ولا منا دا الامتنان دا واجب وعشان كده شكر الله واجب وشكر الناس واجب وعشان كده الامتنان دا واجب واجب منزلي لأن في البيت في عبادات زي بالزبط زي ما في المسجد في عبادات البيت كمان في عبادات فمن العبادات الواجبة اللي هي فرض عين على الناس الامتنان القاعدة التالتة في الامتنان والأصل التالي في الامتنان الامتنان يحتاج لحسن الصياغة الامتنان بالضبط زي التفصيل الهدوم لو الامتنان واسع مش هيبقى جميل لو الامتنان مش مظبوط إيه لا يحصل شريك الحياة مش هيحسه ولذلك الامتنان لازم يبقى مظبوط على قد شريك الحياة ما يجيش يقول لها والله انت إنسانة مهتدينة هو لازم يقول لها والله أنا ممتن لوجودك لإني أنا بحس إن دعاك بيفتح للأبواب المقفولة أنا ما قدرش أنزل غير لما أنت تكون راضي إيه ده ده هو ده الامتنان فيبقى الامتنان زي التفصيل بالضبط طب الامتنان لو جي مظبوط على شريك الحياة هيحس بإنه يزداد تألقا وجمالا وعشان كده ليس الممتن بالمكافئ الحياة التالتة القاعدة التالتة ليس الممتن بالمكافئ هيمتن لي هيمتن له لا حضرت النبي قال إيه اسمع ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إيه ده قطعة رحم ووصلها ده مش فوق صلة الأرحم بس ده الجواز ده من أهم الأشياء اللي فيها رحم ومن أهم الأشياء التي فيها وصل أنا مش بقول إن الأزواج بينهم صلة رحم لكن بقول إن الأزواج فيهم بينهم بر ولذلك في حاجة اسمها بر الزوج وبر الزوجة وعشان كده ليس الواصل بالمكافئ أنت هتمتن مش بطريقة المكافأة أنت هتمتن لأن دي عبادة لكن الممتن هو من تربع على رؤية الجمال في أقرب الناس إليه ولذلك الشحن الأساسي للناس في البيوت هو الامتنان والمتح مسؤول عن أن كل واحد فينا يحس أنه مالي عين وقلب شريك حياته بيحسوا أنه مهتم بي وشايفه ومقدر وجوده والمتح كمان بيحسسه بالدعم أن كل حد فينا بالله عليكم ومن في حد فيكم وانتوا سمعيني مش محتاج حد يدعمه مش محتاج حد يوقف في ظهره أو الامتنان ده من أهم وسائل الدعم كل واحد فينا بيحس أن شريك حياته بيدعمه ومش بس والله ما رأيت شيء يعمل يخرجنا ويدخلنا على الله من باب الجمال قد الامتنان عارفين ليه؟ لأن الامتنان بيخرج أجمل ما فينا ويمدحه يقوله إيه النور ده؟ إيه الأمر ده؟ المتح ده؟ وطريقة الكلام ومتح أفكاره ومتح مهاراته زي واحد مثلا يقوله يقوله شخص أنت شخص عبقري في التفاوض يعني ما يجيش لو واحدة يقولها ده أنت مرهقة شوفها يبص لها زي ده أنت مرهقة تعبت البيع لكن واحد يقولها ما شاء الله والله أنت عبقري في التفاوض يعني أنا بتعلم منك هيخسر حاجة وهو فعلا كده بس هو مش عايزة تتعلم منها الامتنان بقى يغير شكل العلاقة ولذلك إدارة علاقة في البيع والشراء والمتح ده ده حاجة تتعلمها منها زي ما هي تتعلم منك أن أنت مهما مره تزوف تقوله والله العظيمي أنا بتعلم منك إزاي تصبر على المواقف الصعبة الامتنان يا سيدة ركن مهم من أركان الحب آه والله الامتنان بيخلي الحب يسري في تفاصيل الحياة اليومية فيجعل الحياة بيجعل الحب يدب في الحياة ولذلك الامتنان مش بس كلمة شكرا الطبطب نوع من أنواع الامتنان والاحتضان والنظر الحلوة الحانية والمساعدة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتمتن بالفعل وبالكلام وبكل شيء من الامتنان مثلا إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله ما يجيش بقى يحتقر أن أنتوا بتعملوا إيه في البيت لا شوف حضرة النبي عام تنى إيه لا ده ناا إيدي بأيدكم إيدي بأيدكم هم يحسوا أن إيه أنهم بعملوا حاجة مهم حضرة النبي في علياء مكانات يشتغل معنا ده نوع من أنواع الامتنان عارف أن يا سادة إيه اللي حصل دايماً بقول كده الامتنان يسقي شريك الحياة شهد الأمان الامتنان يخليه شريك حياة الزوجة تتغذى بالأمان إنها في قلب جزها واخد باله منها وهو كمان بيتغذي إن احتياجه للبطولة واحتياجه كمان للأمان إنه يشعر إنه السند والعضد وإنه بياخد إيديها لمستقبل وإنه سبب راحتها الامتنان يخليه حس بكده الامتنان بيزود روابط الانسجام لما الناس تمتن البعض يحسوا إنهم منسجبين وريبين من بعض ويفرحوا بوجودهم مع بعض يبقى إيه اللي حاصل ويستمتعوا إنهم مع بعض ولو إحنا مش بنمتن البعض وكل واحد فينا يحس إن وجود ويسعد التاني إيه اللي فضلنا إيه اللي بيخلينا نوقع في العلاقة دي إذا الامتنان بيحسسنا بيحصن العلاقة بتاعتنا الامتنان من أفضل الطرق اللي بتصوني العلاقة ولذلك ما تلاقيش علاقة فيها امتنان وممكن تتسمم أو تتحول لعبقة أو استهلاك أو يفقد كل واحد فينا بريقه بل الامتنان عاي يخلينا نتقلق ويخلي كل واحد فينا يبدأ ولذلك عايز تمتن لازم تبتعد عن المهلكات التلاتة اللي بيحولوا الإعلاقة إلى مستهلك اللي هو كتر اللوم الامتنان يقتل كتر اللوم وكتر الشكوى الامتنان بيخلص على كتر الشكوى وكتر الانتقاد الامتنان بيخلص عليه كمان ولذلك الامتنان كثير من أكثير الحياة الزوجية وحسن بندخل فيه عشان كده في ناس بتقول هو لازم يعني أعبر بالكلام ما التعبير يكون بالمحبة بالأفعال وبالسند آه بدرشيليك حياتك محتاج ان انت تمتنله بالكلام يبقى لازم تمتنله بالكلام الكلام بيك الكلمة أمان والكلمة حنان والكلمة كمان تجديد للحب وبتخرج من حبيبك الكلمة دي بتخرج من حبيبك أجمل ما فيه الناس لو ما عبرتش عن الحب الحب مش هيتشاف ولا هيتسمع ولا هيتلمس لكن لازم نعبر عنه ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يبقى احنا لازم نعبر فيه رجالة بتخاف تقول كلمة حلوة لزوجتها يقول عليهم إيه إنه عشان أنا لو قلت كلمة حلوة ممكن هي تركب وتبقى هي وابقى أنا جوزي الست بالمناسبة انت جوزي الست يعني يعني بس ما يبقاش التعبير ده والتعبير مشؤوم وما أنت من جوزها أنت عايشين مع بعض فبلاش الطريقة دي قولي الكلام الحلو الكلمة الطيبة صدقة وغيره وخيره صدقة إن هي الصدقة التي تضع في أهلك وعشان كده لما الجوزين بيغيبوا عن الامتنان لبعض بتحصل حاجات سيئة وعشان ما يحصلش ده تعالوا نشوف الإجراءات اللي احنا ممكن نعملها عشان نبقى مع بعض ونبقى ممتنين لبعض ونوصل لحالة من حالات الامتنان الجميلة لازم تعبر عن حبك بالامتنان عبر بالطريقة اللي تتنعش وتدهش يعني فاجئ دايما شريك حياتك واجعله أتقلق خليك أنت وقف في مكان وقلها بعل وسطك أنا بحبك قل لهم قل لي شريك حياتك بأن أنت النهار ده فكرت فيها فحسيت إيه طعم السعادة اللي أنا بدوقه لما بقارن حياتي بحياة غيري فأجدك منورة حياتي عبر وهو أتقول أن تعبيرك ده يعني يخليك قليل التعبير ده يعي يخليك سعيد أول حاجة تاني حاجة لازم تعرف إيه اللي بينعش شريك حياتك من الامتنان فيه واحد بيحب الامتنان باللمسة بالاحتضان واحد بيحب الامتنان بالكلمة واحد بيحب الامتنان بالهدية فلازم تعرف إيه اللي أنت هتمتني بيلي شريكي حياتك الحقيقة كمان المهمة ما فيش حد عايز يمتني لحد إلا وهو دايما يسني عليه يسني على الأدوار اللي هو بيعمله والأمر التاني المشاركة من أجمل أشكال الامتنان شارك شريك حياتك دايما في اللي هو فيه طيب الزوج هتقول لي وأنا شارك شريك حياتي إزاي في ضغوطه في الشغل لما يرجع في الشغل هو زي ما هو كمان لما يرجع من الشغل يحتضنك أنت احتضنيه كمان من أحد الأدوار اللي بتلعبها الزوجات في بعض الأحيين دور الأم اللي بتخفف على ابنها تعب وهو راجع الاحتضان والطبطبة على شريك الحياة بيخليه حس أنه هو في الحقيقة حد ممتنله اللي التعب فيه تعالوا نرجع تاني الامتنان بعازي الطريقة أنا بقولكم أن الضغوط اللي عندنا هتخف أثرها على حياتنا وعلى أولادنا وعلى كل مكونات حياتنا لو امتننا البعض الاحتضان امتنان الكلمة الحلوة امتنان الهدية امتنان المفاجآت الصارة امتنان الكلام الحلو وده حاجة مهمة الكلام الحلو قدام الناس امتنان امدحوا بعضه قدام الناس مش عن كد عن حقيقة خلي هي عملت حاجة النهاردة وعمل لها من الحبة قبة وتكلم عنها كويس قدام الناس كل ده اشكال من الامتنان يا رب اجعلنا من اهل اليقين من ان الامتنان ده نور من انوار الايمان يا سادة انعشوا قلوبكم ان انتوا تستسمروا الايمان في بيوتكم خليكم متمسكين وعلى يقين ان الامتنان ده مدد من ربنا وجعل الله سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة المودة والرحمة تظهر اعظم ما تظهر في امتنان كل واحد لشريك حياته يا رب ارزقنا الهمة والسعادة وارزقنا التوفيق والابداع عشان نمتن لشركاء حياتنا عشان نكون سبب من اسباب دخولهم على جمالك يا جميل يا رب جمنا بحسن الامتنان لمن هم اصحاب الجمال والجميل في حياتنا شركاء حياتنا يا كريم يا ودود يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضرتكم عشان نجاوب على اسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم المباركة ومن خصص لا وقت عشان نجاوب عليها وكمان بتفضل تعليقاتكم دي باب من أبواب النور والوصل بالغفور سبحانه وتعالى وتفضل مجالس العلم منورة قلوبنا ووصلانا دايما بمولانا سبحانه وتعالى وأول سؤال النهاردة عن نتلقى من أستاذة هويدا من الجيزة أستاذة هويدا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه بس أنا ممكن شوية كده تفضلي قولي لي أنا مستامع كويس مستامعني آه كده آه سامع حاضر هل يجوز عمل عمرة واحدة لأكثر من شخص أو أوهبها لأكثر من شخص نظرا للوقت والجوء الموجود طيب ده سؤال الشكله كده فيه سؤال تاني تفضلي آه إن فيه ناس يعني كان استأمنوني لما أجي أطلع العمرة يعني أعمل لكذا حدي يعني عمرة فطبعا عشان الوقت والمجهوداني فعمرة واحدة بس السؤال التاني هل يجوز عمل عمرة لولدتي المريضة والتي لا تقدر على الحركة إلا بصعوبة جدا من خلال كرسي متحرك وهي ما عملتش عمرة قبل كده لا هي عملت طيب بس هي كان نفسها تطلع معي بس طبعا عشان تعبان أو كده طيب لبيك اللهم عمرة عن هويدة وتروح أنت عامل العمرة عن نفسك وبعد كده إلا حاصل بعد كده تقولي إما وانت بتنوي العمرة أو بعد أداء العمرة تقولي اللهم هب مثل ثواب عمرتي لفلان مثل ثواب عمرتي لفلان وفلان وفلان إن شاء الله يصل إليهم الثواب ونفس الكلام تعملين والدتك نفس الكلام يا خلاص عملت العمرة اللي عندها يبقى أنت تعمل عمرة عن نفسك ثم تقولي اللهم هب مثل ثواب عمرتي لأمي معنا سيدة أمو عبد الرحمن أهل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد ذلك مولانك وتسأل حياتك في موضوع قراءة القرآن الكريم كأذكار صباح ومساء للحوائد لأن موضوع ده فيه خلاف كبير قوي يعني أنا سأل درائفتة كذا مرة فيه والله يتفضل درائفتة أربع خمس مرات وبصراحة كانوا بيؤكدوا لي إن مفيش يعني ده إجماع عن الفقهراء إن حرام تماما قراءة القرآن الكريم كأذكار صباح ومساء للحوائد بالمطلق وأكدوا لي كذا مرة أكدتها أربع مرات الشيخ يا مولانا اللي بيحفظنا القرآن في الجامعة واللي هو مع الدكتورة في الشريعة واللي هو مفتي في المنطقة الأزهارية في اسماعيلية بيؤكد إن فيه خلاف فقهراء وإن أنا من حقي قراءة قرآن كريم للدراسة أو لأذكار صباح ومساء أنا أتلخبط أنا ما أتلخبطيش ولا حاجة إحنا عند الوقت عندنا حاجة لطيفة خالص أنت كل الحكاية أن أنت ما قلتلوش شوية حاجات أول حاجة أنت بتقولي أن أنت تقرأ القرآن على سبيل أذكار الصباح والمساء فأنت لما بتقول القرآن أنت لا تقصد القرآنية هو الممنوع أن أنت تقرأ القرآن من ندخل القرآنية لكن أنت لو بتقول القرآن على أنه ذكر يعني مثلا على سبيل المثال لو أن إحنا ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا واحدة بتقول وهي حق ولا عليها شيء لأنها قصدت الدعاء وقصدت الذكر والذكر لا يشترط فيه الطهارة الذكر لا يشترط فيه الطهارة فإن كنت بتقول القرآن من باب الذكر لا من باب تلاوة القرآن فيجوز فيجوز لأن دوت من قبيل الذكر وليس من قبيل القرآنية كلام دوت ينص عليه تجده كلام دوت في مسألة النية وهو ينص عليه الإمام السيوت في الأشباه والنظائر أن أنت مش قصد القرآنية لكن قصد إيه قصد الذكر أنت بتذكري الله فالآيات اللي بتأتي فأنت قصد أن أنت تقولي ذكر لأن القرآن ذكر قرآن ذكر لكن لما تقصد القرآنية لا لأ عشان مسألة أن القرآن يحتاج إلى التغارة الكبرى طيب المسألة التانية أنت بتسألي بتقولي أن أنا كمان بذاكر وبراجع لا كمان يجوز للمرأة إذا كان عليها ورد مراجعة أو إذا كانت هي بتمتحن أو بتذاكر يجوز لها أن تتلو القرآن أيضا وذلك جائز لها أيضا خلاص يا مو عبد الرحمن وأظن أن أنت كنت محتاجة أن أنت توضح السؤال بطريقة أوضح من كده ولكن لكن في مسألة مهمة يا مو عبد الرحمن أنا مش عايزك وكأن السؤال عندك فيه قدر من الأسواس فأنا مش عايزك تتوسوسي وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك وهو دات العليل الفتوى في دار الإفتاء المسالية نعم أم يوسف السيدة أم يوسف تتفضل أرسل عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وفضل الحمد لله أشكر حضرتك جدا على البرنامج ده الله يا عزة حضرتك أقول لحضرتك إذا هو الامتنان يعني هو التأدير مسألة التأدير صح فالامتنان مثلا عندنا يعني أنا عندي في البيت أقعد أعمل وسوي وذكر الولاد واجم الشغل وأعمل اللي ورايا واخر النهار ما أنت زيك زي غير ما كل الناس تعبانا يعني ما ما أنا عارف أنا عارف أنا 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 جاي بالحلقة لأن دي أنا آسف يعني عندي مصطلح كده أنا عارف أن ده سلك عريان عند الناس والله يا دكتور والله فعلا أنا بقول له طيب أنت تعبت النهاردة أنت شقيان يقول لي أكيد عايزة مصلحة أكيد عايزة حاجة ما عليك أنت عايزة مصلحة فعلا ما أنت عايزة مصلحة ما المصلحة يعني عايزة أرفع من روح المعنوية ما دي مصلحة طيب أنا عايزة أقول لكم يا ربنا يبارك لنا فيك ما قميش فايدة طب هو يقول لي ما فيش ما بقولش حاجة خلص طب أمو يوسف أقول لك حاجة يا أنا وعلاصل زهقانا زهقت لا أقول لك درجة إن أنا زهقت فعلا أقول لك حاجة يا مو يوسف إحنا عندنا بس أقول لي يا رب طب ربنا يعني إيه هيكيد هيجازين أخير على اللي إحنا بنعمله في البيت وفي الشغل برة وجوه أكيد هيجازين يا ربنا يعني إحنا صبرين والحمد لله طيب أنا بكلم أبو يوسف بقول له يا ولقمة ترفع إلى في زوجتك صدقة إحنا كثير من الناس ما يقدروش يتصدقوا بأموالهم لكن يقدرو يتصدقوا بجبر خواطر أحبابهم بالله عليكم أنت مش خاصين حاجة والكلمة الطيبة صدقة وحضرت النبي سألوه عن الصدقات أعظم صدقة تكون فين قال دي نارهم في سبيل الله ودي نارهم للفقراء ودي نارهم تنفقه على أهل بيت قال خيرها الذي تنفقه على أهل بيت كذلك الكلمة تقولها لوحد صاحبك الكلمة تقولها لوحد منتحر فيمتنع عن انتحاره الكلمة تقولها لزوجتك فتتألق وتشعر بأن ربنا أنعم عليها بالزواج هذه خير كلمة ولذلك أنت لازم تعرف ده إحنا أمامنا أبواب من النعيم ومن الفتح ومن الإقبال ومن الوصل ومن المدد أبواب قريبة يا سادة والله ما تخسر حاجة السيدة الفاضلة اللي تعبد بره البيت وجوه البيت وعملت كل ده ومش عايز أقولك بس إن إحنا بنتورط في بعض الأحيان يجي يجي الزوج بقى يقول له وانت بتعمل لي إيه وتروح أقول له طب بص أنا أقولك حاجة أنا بس أعمل حاجة وانت ذاكر بس ساعة للأولاد فيبتدي يفقد يسذكرها ويبتدي يحس بأنه خلاص تخنأ يبقى يا أخي هي قيمة إضافية نعم هي فضل من ربنا نعم هي منا نعم تبقى منا نعم فيها إيه الله سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيد أنكم هقول لكم حاجة أنا قابل وعد ربنا ولئن شكرتم لأزيد أنكم لما بشكل نفس لما بشكل ربنا على نعمة زوجتي وأمدحها وأمتني لها ربنا بيزدني بيزدني إيه هدوء بال وراحة وجمال وفرحة وسعادة وأمان وعشان كده لازم نمتني معانا مين أستاذ أحمد من السويسي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله بركاته أستاذ أحمد لو شماعت حضرتك والدي تتوفي الدولات فأنا عاوز أعمل صدفة جارية عليها أفضل الصدقات فيه أفضل الصدقات اللي في الإنسان يعني أفضل الصدقات إن أنت تعلم واحد إن أنت تعالج واحد إن أنت تخرج واحد من أزمته وتقضي عنه دينه كل دي أفضل الصدقات كل يبقى عندنا هو أفضل الصدقات الجارية هي الصدقات التي في الإنسان حد عيضيع مكان سكن وحدها يتشرط حد كل الكلام ده كل ما تكرم إنسان وكل ما تساعد إنسان على تنمية حياته كل مكان دي أفضل الصدقات الجارية أستاذ عزة من القاهرة تفضل ألو السلام عليكم عليكم بس القاعدة اللي قلناها في مسألة خليك معايا أستاذ عزة القاعدة اللي إحنا قلناها في مسألة الصدقات الجارية نحفظها الصدقات الجارية أعظمها الصدقات في الإنسان دي شيء مومي جدا أستاذ عزة تفضلي معلش يا مولانا كنت عايزة أسأل إنه لما بكون خارجة ريح النادي مثلا فبكون متوضيها ومصليها مثلا العصر بعد كده بحط كريم فاونديشن الكريم ده مضب للماية يعني ما بيطلعش بالماية فالكريم ده بيعد حائل لو أنا توضيت عليه في النادي وصليت عشان ما يتقوميش فرض المغرب عشان ليش هبتيجي بسرعة ما أنت ده كلام بقى على أني فقدت الوضوء ألا ما فقدتش الوضوء آه ما أنت لو في النادي ولسه على وضوءك خلاص ما فيش مشكلة معنى كده هصلي على طول لكن لا لو أنا حبيت أجدد الوضوء أو فقدت الوضوء نجدد الوضوء نجدد الوضوء نجدد الوضوء مش قضية أجدد الوضوء مش قضية مجسال تجديد الوضوء هذا لمزيد من الثواب لكن مش معنى كده إن أنا لو ما جددتش وضوءي وأنا لسه لم يحصل لنقد من نواقد الوضوء يبقى أنا لو صليت صلاتي باطلة لا مش لازم مع كل صلاة أتوضى إذا كنت أنا على وضوء إذا كنت على وضوء مش يجب علي أن أنا أتوضى زي ما برضو بعض الناس عندهم فكرة إن أنا لازم مع كل صلاة أستنجل لا دي أفكار مش أساسية ومش صحيحة أنا دلوقتي متوضع وخرجت ولسه على وضوءي وصليت المغرب وجي أزني العشة أصلي ولستو محتاج إن أنا أجدد وضوءي فإذا كان المسألة كده لا أصلي أنت مش محتاجة تكديد وضوءي لكن السؤال بقى إذا كنت الكريم اللي أنت حطتيه ده كريم بيمنع وصول المية وهو على عضو من أعضاء الوضوء سواء على الوش أو على الإيدين أو حتى على الرجلين وإنتي هتتوضي وكان بيمنع وصول المية لا لازم نزيله لازم إيه نزيله طيب فيه كريمات ما بتمنع ما بتقفلش مسام المية وعلى فكرة أنا ما بحبش إن الناس تقول إيه جاوبني على الأشد لا إحنا لازم نعرف هل الكريم ده بيقفل المسام وبيمنع وصول المية فيه كريمات بتمنع وفيه كريمات ما بتمنعش فإذا كان الكريم ده بيمنع وهو موضوع على عضو من أعضاء الوضوء سواء كان على الوش أو على الإيدين أو على الشعر أو على الجرين يبقى إيه اللي حاصل يبقى المسألة ببساطة إذا كان ده بيمنع يبقى لا لازم أزيله طب ما كانش بيمنع خلاص لو توضيت عليه وضوئي صحيح طب أنا إذا ما حتكتش أصلا نجدد وضوئي خلاص صلاتي صحيحة وليس فيه أي شيء يمنع من صحة الصلاة أستاذ عبير من إينا تتفضل السلام عليكم حضرت الشيخ بخير الحمد لله عليكم سلام عليكم تتفضلي أستاذ عبير أنا هنطول عليك شوية عزا من صراح لك بس حكايتي مع جوزي بس عزاك تقول لي يعني حرام اللي عمليه ده ولا حلاء طيب يا أستاذ عبير بلس ما تطوليش قوي عاد خلاص تفضلي أنا معي ثلاث أولاد دلوقتي ثلاث عيال يعني طيب فجوزي كل ما نطلب منه حاجة شديدة شوية لازم يجي بالي مثلا أخيرها يوم لازم يطلعيني عليه معليش حضرت الشيخ يعني اسمعنا فأنا حتى نفتي من كتر الحاجات دي كلها نفتي جفلت منه شوية ما قدراش نمدح فيه ما قدراش نقول له حاجة يعني ما قدراش نتعامل معاه طيب أسألك سؤال لأسألك سؤال بسيط كده فالس لو حطيتي نفسك مكانه وهو أفل منك هتتمنى أنه هو هيكلم الكلمة حلوة ولا لا أنا حنتمنى بس دلوقتي مشكلة بعيدة أنا دلوقتي معذاش الكلمة الحلوة طيب خليني بس أقولك حاجة طيب خليني أقولك حاجة إذا كان المسألة كده مش لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسي السعلم بس ما أنا أقولك السبب أه أولا أنا أريد سألك سؤالي أستاذ عبير أه أنت إسمك عبير يعني المسألة خفيفة ويسيرة هو إحنا مع ربنا بنقول لربنا إحنا كده ووجد لنا حل ولا إحنا مع ربنا نقول إيه ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها مش إحنا بنرتقي مع ربنا ولا إحنا عاد إحنا على كده وعن نفضل على كده يا رب ويسر لنا وغيرهن مش إحنا برضو نمشي بالكلام حضرة النبي ادفع باللتي هي أحسن عادة السلام مش ربنا قال لحضرة النبي وهو في أجل قمة الأخلاق ادفع باللتي هي أحسن والكلام ده كان لنا إحنا كمان ندفع باللتي هي أحسن مش كده وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إيه علمنا إن الكلام الطيب صدق والصدقة إيه اللي يحصل إذا كانت تطفئ غضب الرب فكيف لا تغير حال العبد ماشي فلذلك إحنا نمشي جربه واستمري بس هو السؤال بس عارف حضرتك بيقوله إيه فكرة إيه أهو كلام حلو أهو يكي يطمر مش هينفع الطريقة دي صح لا إحنا نازم نقول الكلام الحلو وهو حاسس إن هو بكلام حلو طلع من القلب طب نعمل إيه نتدرب بالتمرين مش إحنا لو إيه إن إحنا كنا بنصلي ومبندقش حلوة الصلاة بنعمل إيه نسيب الصلاة لا طيب إذا عملنا صدقة ومحسناش إن إحنا مخلصين فيها نسيب الصدقة ولا نعمل إيه نستمر ولزاك العبد يطرق الباب حتى يفتح عليه ويقين إن ربنا يفتح عليه ويقين إن هو يتغير طب ونبي دعينا سيادة الشيخ إن يهديه علينا والنبي طب ندعي ليكو وكل الناس يا رب رأى قلوب الرجالة على الستات وخليهم يا رب يقدروا جمال جمال الكلمات ويا رب رأى قلوب الستات على الرجالة عشان يطبطبوا عليهم ويحنوا عليهم وعشان ربنا سبحانه وتعالى بيحب جبر الخواطر يا رب اجعلهم يا رب يا رب يجبروا خواطر بعض ويروا أن ذلك باب من أبواب مددك وساعدك وهناك اللي بتنزلوا على العباد يا رب اجعلنا نعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله ومهما وصل نفسنا إلى الضيق من شركاء حياتنا نستفتح أبواب رضاك بإن احنا نرضيك في أهلنا وناسنا وفي شركاء حياتنا وفي بيوتنا يا رب انت قلت وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا علمنا اني ادفع بالتي هي أحسن وعلمنا كمان حضرة النبي وكان بيخلينا يتأملنا تطبيق عملي ان الحسنات يذهبنا السيئات فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فمن رضي فلاه الرضا يا رب رضينا بشركاء حياتنا واجعل الكلام الحلوم ويخرج منا لأننا نتقرب منك يا جميل اجعل الست تقول كلام حلو يمسح التعب عن زوجها واجعل الرجل يقول يقول كلام حلو يخلي زوجته تحس بإن هي أجمل خلق الله وتحس بنعمة ربنا عليها وإن ربنا جميلها وتحس إن كنها امرأة وكنها أنسة دي نعمة من نعم ربنا يا رب اجعلهم يا رب يوصل كل واحد فيهم للآخر عشان يشوف جمالك فيه ويكون يا رب مرأة يظهر فيها تجليات مددك وكرمك ونورك للبيت ده يا رب يا رب اجعل بيوتنا مليانة بالجمال وبالرقة وبالفضل يا رب العالمين يا رب عبيدك مساكينك لا نرجو إلا أن تنظر إلينا بالنظر الرحمة والجمال بيوت مليانة وجعة وبيوت مليانة أمنيات تطلب فيها السعادة فالسعادة مخلوق من مخلوقاتك يا مولان انظر السعادة على بيوتنا واملأ بيوتنا يا ربنا بمدد السعادة ومدد الجمال ومدد الفرح يا رب لا تجعل واحدا اليوم لا زوجا ولا زوجة إلا وقد جبر خاطره اليوم يا رب العالمين بكلمة حلوة وباحتضان يزيب كل ما عليه من ضغوط وكل ما عليه من آلام وأوجاع يا رب بيوتنا تحتاج إلى نظرة ود ورحمة وجمال من عندك يا رب العالمين اجعل مددك يا ربنا يجعلنا أقوياء ويجعلنا فعلا قادرين على أن نتجاوز مساوئ أنفسنا وأوهمهم ومخاوفنا اللي بتخلينا نمتنع عن الامتنان اللهم ارزقنا حقيقة أن الامتنان ذوق حلاوة الإيمان يا أكرمين يا رب العالمين أكرمنا بالامتنان يا حنان يا رحمن يا رب العالمين حتى ترجمة نانسي قن LOT